نتكلم فنيا عن الماتش هنتكلم عليها لكن كنت عايزة أوجه نصيحة لاتحاد الكرة اتحاد الكرة كان احنا المرة اللي فات قلنا ايه اتحاد الكرة والحكام نادي الأهلي كان فلع بيان وطلب من اتحاد الكرة ضرورة تطوير المنظومة بتاعت الحكام لأن يعني لو الحكام مش عايزة اتكلم يعني واخش في الموضوع جامد قوي ولكن عايزة اقول لو الحكام مش على الكفاءة العالية اللي المفروض يديروا بيها الدوري المصري يبقى انت بتوقع المسابقة بتاعتك انت المفروض جاي تطور جاي تحسن فالنادي الأهلي تكلم عن ضرورة دقة اختيار لجنة الحكام وانا بكلم كمان عن اختيار لجنة الحكام اللي بيساعده اللي بيساعده الخبير البرتغالي بريرا لأن فيه عضو كان يعني بيدي لنفسه انه هو منصب على مزاجه اللي هو التعينات يعين على مزاجه ازاي عين ده هنا وده هنا لا 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 هو على مزاجه هو ليه كده حزبة معينة فهو عايز ييه الراجل ده في الحتة دي الراجل ده لا يروح في الحتة دي على فكرة ودي برضو غلطة بريرا نفسه ما كانش يعرف حاجة عن التعينات العضو اللي ماشي ده هو اللي كان بيعمل كل حاجة وبريرا ما كانش يعرف حاجة خالص عكس السنة اللي فاتت لو تفتكروا كلاتنبرج لما جيه ورفض التدخل رفض التدخل وبعد كده للأسف الراجل ما قدرش يتواقم مع الموجودين هنا فاكرين حضراتكم لما رجعنا بقى واحد عضاء مجلس دارة الاتحاد غير طيام تحكيم مباراة سموحة وفيوتشار وده كلام خلي بالكو الراجل نفسه صرح بيه صرح بيه فعلشان كده هو ما كانش عايز اي حد يدخل فعمله لما لقى ان هو ملوش مكان في لجنة الحكام قالك لا خلص سلام عليكم بريرا بقى لما جيه سايب الموضوع للعضو اللي كان في التعينات ده اللي هو كان بيجامل ويعين على مزاجه والموضوع ما كانش فيه كفاءة خالص لا تحاد الكرة لو ما صلحش منظومة التحكيم وخليني برضه أكون أمين ادي كل واحد حقه انا فجئت مبارح انا كنت فاكر ان الموضوع بقاله ست شهور للحكام ما أبضيتش تلع احد الحكام مبارح قال احنا بقالنا تسع شهور ما أبضناش فلوسنا في الوقت الاتحاد الكرة عنده الفلوس لان لديها اللي بتدفع بيساعد بيها نادي تاني ادي ادي لأول الفلوس اللي عليك للحكام الغلابة دول ادي لهم فلوسهم بتساعد يعني سبحان الله انا مش عايز اقول كلمة تتخذ علي او جملة تتخذ علي انما ادي الحكام حقها طور منظومة التحكيم بلاش المجملات بلاش انك تجامل نادي بعينه على حساب الانديات التانية لان لو حصل اللي حصل السنتين تلاتة اللي فاته على فاكرة حنا بنتكلم السنة دي والنادي الاهلي واخد البطولة هتحصل كارثة جديدة لو فضلت امور لو فضلت امور زي ما هي كده السنة الجاي هتحصل كارثة مش كارثة كوارث لان دور الحكام مؤثر جدا 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 وشفنا في ماشيات كتير غيرت نتائج فرق غيرت نتائج مبريات ده فيه فريق استمر في بطولة الكاس فاكتر من ماتش كان لازم يخرج استمر بالاخطاءات التحكمية حتى وقتنا هذا ووصل حتى للدور قبل النهائي كل الادوار احنا انا بتكلم على ايه على مسابقة الاستشغالة يعني في بالنا الماتشات اللي فاتت بتاعتها وكله فاكر تخطى دورين كاملين باخطاء تحكمية تخيلوا ويعني كل ده كان على يعني حساب اندية صغيرة مقارنة انبيه ولكن تستحق الفوز عليه لكن في النهاية مش هنقول ايه الاحتواء هو اللي بيمشي الاحتواء هو اللي بيمشي احنا بنشوف لما بيروح يلعب في بطولات تانية بعيد عن بطولات المحلية بيغرق بيغرق بمعنى الكلمة لانه مش لقي الاحتواء تحاد الكرة قدامك وقت انت عايز تطور قدامك وقت تعيد ترتيب المنظومة التحكمية تعيد ترتيب الامر من الداخل لان التحكيم عصب اللعبة لما مش كويس هنشوف كوارس كتير زي ما شفنا بعضها المسم اللي فات المسم اللي قابل اللي فات والمسم اللي قابل قابل اللي فات